الى صحيفة الشرق الاوسط والتي تقول نقلا على بلينكين ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا اذا قال وزير الخارجية الامريكي انتون بلينكين للصحفيين اليوم الاحد قال ان الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد ان قال الرئيس جو بايدن ان الرئيس الروسيا فلاديمير بوتن لا يمكن ان يبقى في السلطة وصرح بلينكين خلال زيارة للقدس اعتقد ان الرئيس البيت الابيض اوضح الليلة الماضية انه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتن بشن حرب او عدوان على اوكرانيا او اي طرف اخر واضاف كما تعلمون وكما سمعتم من مرارا وتكرارا ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا او في اي مكان اخر وحذر الرئيس الامريكي مساء السبت القوات الروسية من التقدم بوصة واحدة داخل اراضي حلف شمال الاطلسي واصفا للنزاع في اوكرانيا بانه فشر استراتيجي لروسيا وذلك خلال خطاب القاه في العاصمة البولندية وارسو حيث التقى مسؤولين ولاجئين اوكرانيين اشتركوا في القناة